الكهرباء العراقية الداء الذي أرهق الملايين أتعبهم وجعلهم تحت رحمة درجات حرارة تتجاوز الخمسين الموضوع ليس بالجديد لكن الغريب العجيب بلاد النفط التي تستورد الغاز لتشغيل كهربائها من إيران والتي تهدر أكثر من 70% من الغاز الطبيعي كثاني أسوأ دولة في العالم بحرق الغاز والتي تفني مواردها تمول لبنان لتشغيل محطات توريد الكهرباء فبيروت تعتمد على بغداد لتشغيل الطاقة بينما الأخيرة تتكيو على عواصم دول الجوار لتشغيل كهربائها خطوة أعتبرها غير موفقة لي لأنه الشعب العراق سأمس الحاجة إلى الكهرباء ثم هذا الغاز وغيرها اللي قاعدة الصدرة على الدول الثانية ليش أنت قاعد تستورد غاز من إيران بمليارات الدولارات روح شوف البصرة شوف البصرة يومية 90 مليار تخسر يوميا 90 مليار من أممال الشعب العراق أمر ربط الكهربائي مع دول الخليج وصل إلى مراحل متقدمة بحسب رئيس الوزراء لكن الملموس من ساعة التزويد لا يتنسب مع حديث الحكومة عن أي إصلاح للمنظومة الكهربائية ما يعطي انطباعا عن مزيد من الإخفاق في ظل أحاديث عن قرار سياسي يتحكم بالطاقة في البلاد أزمات الكهرباء ولا نقول أزمة واحدة هموم لا تنجلي ومعاناة لا تنتهي أزمة الكهرباء أنا أراها هي سياسية بامتياز إذا ما عرفنا بأن هناك مئات الدولارات صرفت من أجل هذا القطاع ولن نحصل على نتيجة لتبقى الهبة العراقية لبيروت مليون طن أي أكثر من سبعة ملايين برميل فالنفط العراقي المطلوب عالميا والمظلوم محليا بات أداة شخصية وهبات دون نظر إلى البلد الغارق في قاعلازمات من بغداد علي أسد قناة رشيد